طيب خلينا نتكلم في موضوع التحالفات الانتخابية دلوقتي احنا كان خبر مفاجئ بعض الشيء انه حزب الوفد يقرر رغم لقاءات كتير مع سيد عمرو موسى وتوقع بانضمام الوفد لهذا التحالف عرفنا انه الوفد انشأ حزب او تحالف عفوا جديد باسمه الوفد المصري مع المصري الديمقراطي واحزاب اخرى ايه السبب في كده في رأيك؟ دعيني اوضح نقطة لحضرتك في البداية هو يعني احنا بنقول ايه يعني حزب سياسي حزب سياسي معناها انه مجموعة من الافراد بتتحد حوالين فكرة معينة واهداف محددة وواضحة هذه الاهداف بيسعوا الى ان هم يحققوها من خلال برنامج البرنامج ده قليتهم في الانتخابات وتدول السلطة اذا التحالف بين احزاب يجب انه هو يكون بين احزاب منساجمة ومتصقة مع اهدافها وافقارها ما تكونش بين احزاب متبينة طيب بيجي دي التحالف السير عمرو موسى حنلاقي انه هو تحالف بين احزاب متبينة ومتنفرة وغير متصقة في اهدافها التحالف السير عمرو موسى تضمن احزاب تنتمي الى الحزب الوطن حزب المؤتمر بيدم شخصيات عديدة من الحزب الوطن الحزب الحركة الوطنية اللي بيرقوسه احمد شفيق برضو بيتضمن شخصيات عديدة ولا يرى حرجا في انه هو بينتامي دي الحزب الوطني طيب انا الحزب الوطني انا قمت بصورة يناير ضد مين انا ضد قمت اساسا ضد الحزب الوطني المنحل وضد فساده فالنهاردة وصورة 30 يونيو قامت ضد الاخوان وفاشية الاخوان اذا انا النهاردة لما اجي بقى استعيد الحزب الوطني تاني واعيده الى المشهد السياسي مرة اخرى اذا انا بدحك عن الناس بستخدم مشاعرهم ده سبب الرفض الاساسي للاحزاب المتحالفة مع الوفد المصري الجديد طيب ايه يبقى ملامح الوفد المصري هذا التحالف الجديد التحالف الوفد المصري بيهدف الى في الاساس الى انه يتخذ من الدستور 2014 برنامج عمل الدستور فيه مقاومات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لو تحققت واتخذت فعلا كبرنامج عمل ستنهض بمصر في خلال 10 سنوات على الاقصر لكن انا النهاردة حزب او التحالف الساير عمرو موسى واحزاب الوطني حيتعاملوا مع الموضع الجديد ازاي ما هي القوانين الجديد احنا محتاجين في البرلمان الجديد ان احنا نعيد تجديد وتغيير وتعديل القوانين بتاعت الحزب الوطني كلها هل دول حيسمحوا بهذا التعديل السيد مراد موافي دلوقتي بموقعه ايه؟ الاستاذ اللواء مراد موافي يعني انا هو تعليقه بعد انسحابه هو قال انه حيعيد تقييم المشهد الراهن وانه يعني قال انه لحين ترسيخ مفاهيم العمل الوطني يعني هو مش مؤكد انضمامه لرفض المصري لا مش مؤكد مفيش مفاوضات او اتصالات جرت حتى الآن يعني لكن هو بالطبع هو رجل وطني لكن مؤكد خروجه من اتحالف تعاملوا هو مؤكد خروجه لانه هو بيرفض حزب الحركة الوطنية برئاسة احمد شفيق وربما انه هو كان بيلمس انه في شبهة الانتهازية السياسية في اتحالف سيد عمرو موسى والاحزاب المتحالفة معها خاصة لهم بتوع الحزب الوطني وده يعني نعمل انتهازية السياسية والتطبيق المبدأ اللي تلعب به اغلب به النهاردة انا بلعب مع الحزب الوطني ضد مية طيب بس استاذ جمال يعني لو كان سبب رفض الاحزاب دي نهي تنضم التحالف سيد عمرو موسى انه هم مفلول وحزب ووطني وحزب يعني احمد شفيق وما الى ذلك ايه تفسير ان المفاوضات استمرت فترة طويلة وكان يعني وصلنا للكلام في عدد المقاعد وقيل بانه الوفد طلب 40% والمصريين الحرار اعترضوا ما حصلش؟ لا ما حصلش هو يعني الجلسات اللي تمت مع السيد عمرو موسى لم ترقى الى درجة المفاوضات وبالتالي يعني هي كانت اقرب الى الدردشة بس واضح ان هي مبدئيا ان كانت الفكرة مقبولة هي كانت الفكرة مقبولة لكن احزاب الوفد المصري وجدت انه المسألة مسألة تجميع مش مسألة تحالف التحالف يجب ان يكون على قصص وفيه اتصاق فيه المبادئ والقواعد والاهداف والافكار لكن ما تبقاش مسألة تجميع احزاب وعدد احزاب وخلاص وفك وتركيب الشامي والمغربي مشكلة التحالف فيه مشكلة التحالف السيد عمرو موسى مشكلة الشامي والمغربي مش هيتفقوا ومش هيبقى صالح مصر التكتل التحالف الوفد المصري هو التكتل بش انتخابي فقط ولكن حيكون وده مستو انه هو حيكون تكتل سياسي فيه ببعض بيهدف الى ايه؟ بيهدف الى ان هو يحصل على الاغلبية ويشكل حكومة ويدير البلد اذا هو حزب يريد ان يحزب اغلبية يدير بها البلاد وفقا لرؤيته وبرنامجه طيب اذا ما كانش قادر على هذا عمرو ما كان حيفكر في ان هو يحصل على اغلبية حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية اللي فاتت خاض الانتخابات على جميع المقاعد في انحاء الجمهورية النهاردة لما يبقى معاه خمس احزاب بتتفق معاه في الهدف والافكار والتحالف سياسي في البرلمان وفي الحكومة ان شاء الله ده هيؤدي الى انه الكوادر يعني المراضي هياخد برضو على كل المقاعد هياخد على كل المقاعد طيب اشرح لنا فكرة التحالف الانتخابي يعني لماذا برزت في مصر في الفترة الاخيرة هو التحالفات هي ظاهرة صحية في اساسها وده امر متوقع بسبب عدد الاحزاب الكبير كل ما كترت عدد الاحزاب كل ما اصاب معظمها الدعف الدعف الاحزاب في الفترة مبارك واما بعدها احنا مش عايزين ننكر انه لانه انا شايف ان في حالة استعداء للاحزاب السياسية في مصر طب ركب